مقدمة بنتايج السكواش وفي وسط الحلقة ان شاء الله هنبقى نعرض لكم تقرير عنها بطولة العالم للجامعات للسكواش سنة ابراهيم كسبة الهولندية ميفان 30 114 112 112 ونور ابو المكارم كسبة الكورية الجنوبية يون جانج 30 يعني هنا 30 هنا 30 114 115 116 يحيى النواساني كسب الكوري يون يون جي 116 116 116 عندنا عدد من اللعبين على رأسهم مصطفى عسل واحد من المصنفين الكبارة على العالم في السكواش ويحيى النواساني ونور ابو المكارم ومصطفى السيرتي وسانة ابراهيم كندا واسبانيا وفرنسا وسويسرا والتشيك وهولندا وكوريا وجنوب افريقيا وأوغندا وهونج كونج والأراء والمجر واليابان واستراليا وبولندا والأرجنتين وطبعا مصر دول اللي بيشاركوا في كأس العالم حفل الفتاح كان حفل رائع في نادي نيوجيزا الحقيقة بشكر كل الناس الحقيقة اللي سهموا في ظهور هذه البطولة وتنظيمها في مصر بدءا من دكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي الأسبق وزير الصحة الحالي دكتور أشرف صبحي له أياد بيضاء كبيرة جدا وزير الشباب والرياضة والآن دكتور الحقيقة ايمن عشور رزير التعليم العالي طبعا الدكتور احمد سامح فريد وزير الصحة الاصبق ورئيس جامعة نيو جيزة دكتور صبيح عسنين يعني انها برئيس اتحاد الرياضي للجامعات ويعني الراجل المحترم كمان رئيس اللجنة المنظمة دكتور عمر عزة سلامة وزير صحة الاصبق كان موجود لوقع حسام خضر رئيس جهاز الرياضة العسكري السيد عاصم خليفة ورئيس اتحاد الاسكواش وفود اتحاد الدولي الرياضة الجامعية وفود اتحاد دولي الاسكواش وفود اتحاد العرب الرياضة الجامعية بعثات الدول المشاركة كان حفل افتتاح ممتاز يعني الحقيقة كانت هناك كلمات لدكتور ايمان عشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي والدكتور اشف صبح وزير الشباب والرياضة ألقوا كلمات اونلاين طبعا لانهم مرتبطين بالمشاركة في مؤتمر المناخ في شرم الشيخ المفاجأة الجميلة رامي عشور قام وغنى الاغنية الرسمية البطولة كان فيه تفاعل جميل جدا كان افتتاح محترم كانت فيه فقرة للكرال بتاع مصر والالعاب النارية وحاجة كانت جميلة لها مظهر جيد ومشرف طيب